النهاردة الشارع المصري وجمهور الكورة واللي متابع من فترة أخبار اللاعب المصري أحمد رفعت النهاردة كان في صدمة كبيرة لكل الشارع المصري ويمكن زي مننا كريم رمزي كتب النهاردة على حسابه أنه لم يصدم في تاريخ الرياضي زي ما تصدم النهاردة بخبر وداع أحمد رفعت صانع ألعاب فريق مودرن سبورت اللي فارق الحياء النهاردة الصبح عن عمر 31 سنة بعد طبعا تدهور حالته الصحية بعد الوعكة اللي اتعرض لها قبل كده في شهر مارس الماضي في مباراة فريقه أمام الاتحاد السكندري يوم 11 مارس تحديدا ويومها الراحل سقط على الأرض فاقد الوعي دون أي تدخل وكان السبب طبعا توقف عضلة القلب زي ما الأطباء يومها قاله بعد فترة علاج بالمستشفى استمرت حوالي شهر تقريبا رفعت الراحل أحمد رفعت غادر المستشفى لاستكمال العلاج في بيته مع التشديد من الأطباء على عدم قيامه بأعمال تتطلب أي مجهود بدني كبير لكن هذه هي الأقدار وهذه هي الحياة سبحان الله الناس النهاردة كانوا بتقول أنه بعد ما تم شفاءه وخرج وكان فيه صور متدولة لي لزيارة الفريق يعني أجل الأجل معادو جافة كان مصاب كبير جدا لشارع الكرة الرياضي المصر لأن الجميع كان بيشهد له الراحل أحمد رفعت به الروح الرياضية والأخلاق العالية النهاردة تم تشيع جسمانه في محافظة كفر الشيخ بحضور الألاف من زملائه وشارع الرياضي وكل الجمهور